أرحب مرة أخرى بضيفينا من القاهرة الدكتور وليد الحديدي الناقض الرياضي ومن لندن عبر خدمة سكايب سلام المنصير الناقض الرياضي أهلا بكما على شاشتنا الغد أبدأ معك دكتور وليد أولا في زمن الكورونا هل أنت مع عودة الدوريات أم لا ولماذا؟ التحيات لحضرتك وصديق العزيز والأستاذ المشاهدين الحقيقة الكرة المصرية أسفة الكرة العالمية وكرة العربية بطبيعة الحال بتعيش أزمة كبيرة بسبب انتشار وباء كورونا منذ حوالي شهرين الكرة متوقفة في العالم كله بكل تأكيد هناك خطر يهدد الأفراد يهدد الصحة إذا عادت الدوريات بدون اتخاذ التدابير اللازمة وإذا لم تتوفر كل الإجراءات الخاصة بالوقاية وحماية كل أفراد المنظومة الرياضية من تفشي المرض وانتشار الوباء إذا تحدثنا عن بعض الدول التي قررت بعض الحكومات وبعض الاتحادات التي قررت عودة النشاط الرياضي وتحديدا كرة القدم فيها قامت بذلك بعد اتخاذ تدابير معينة وإجراءات صارمة بنتحدث عن ملفات ووصائق يعني مثلا الدوري الألماني بنتحدث عن وصيقها من خمسين صفحة كاملة ألزامت الحكومة الألمانية جميع الأندية والاتحاد الألماني لكرة القدم بتطبيق هذه البنود وإلا سيتم إلغاء الدوري ولن يعوده بالسأل سأتطرق إلى هذه الإجراءات وتدابير يا دكتور لكن يا سيد سلام هل يمكن أن نرى ساحرة العالم المستديرة كرة القدم بدون جمهور كما نراها مثلا في مصر وهل المتعة هنا منقوصة أم سلامة اللاعبين وسلامة الأطقم الإدارية والفنية أولى بكثير التحية لك محمد والي الضيف الكريم الدكتور واليد ولكل مشاهدي قناة الغد العزاء طبعا من الصعب جدا أنت تتحدث عن أن تقام كرة القدم بلا جمهور وليس فقط مجرد متعة كرة القدم وحلاوة كرة القدم هو الجمهور وكذلك الموضوع له علاقة بموضوع الاستثمار وأيضا التسويق التعلم جيدا بين هنا على سبيل المثال هنا فيها الدوري الإنجليزي وحتى في الدوريات الأوروبية تعتمد بشكل كبير جدا حول الإيرادات من حضور الجماهير وهذه أيضا حتى مشكلة يعني الآن أعطيك هذا آخر خبر قبل ساعات من الآن انتهى اجتماع الاتحاد الإنجليزي مع رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية أعلن وزير الثقافة أوليفر دوتين قبل ساعات من الآن بأنهم وضعوا خططا من أجل استئناف الدوري ولكنه لم يطرح المزيد من التفاصيل حتى هم يا سيد سلام هم فتحوا الباب لعودة الرياض يعني الحكومة في بريطانيا فتحت الباب لكن ما زالت القرارات من الربط لم تأتي إلى الجماهير أليس كذلك نعم بالفعل وأجتماع هذا اليوم لم يؤلن عن التفاصيل ربما اجتماع يوم الاثنين المقبل سيحدد عودة الدوري وفق أي آلية وفق أي طريقة هنا المشكلة في بريطانيا ليس مجرد عودة الدوري ولكن هناك بعض أيضا إشكاليات هل ستقام المباريات في ملاعب محايدة كما طبعا تطالب الحكومة من أجل حصر المباريات على سبيل المثال في ملعب ونبلي في عاصمة لندن ومن أجل تخصص بعض الفنادق للفرق وكذلك التواقم الطبية وحتى الصحفين الراغبين بتغطية منافسات الدوري بينما هناك أندية وهي عدد ليس بالقليل تريد أن يقام الدوري ذهابا وإيابا أن تكون وفق الجدول المعلن حتى إذا كان بدون جمهور على سبيل المثال قبل يوم أمس أعلن رئيس نادي بريطان الذي طبعا تعلم نادي بريطان أحد أندية الدوري الإنجليزي أعلن بأن لديه ثالث لعب تعرض لإصابة بفيروس كورونا رغم أن النادي لا توجد لديه تدريبات حتى رئيس النادي قال أنا قلق جدا نحن محبطون للغاية أنا لديه عائلة لديها مشاكل صحية هذه نقطة جيدة للنقاش والحوار يا سيد سلام نحن تعلمنا المطع والإثارة والتشويق من البريمير ليغ لكن يا دكتور وليد أمامنا الآن تجربتان تجربة إلغاء البطول إلغاء المصابقة سواء مع إعلان الفائز أو لا والتجربة الأخرى هي استمرار الدوريات ولكن دون جمهور وبإجراءات وقائية واحترازية أيهم أقل كلفة على الناس على متعة الجماهير وطبعا على سلامة العديد يعني خلينا نقول أنه لازم يكون فيه أنوان عريض زي ما قلت لحضرتك في البداية إن إذا عادت قرة القدم يجب أن تعود بدون تعريض أي أفراد أو أي مجموعات للخطر فإذا استطعت أي حكومة أو أي اتحاد توفير هذه الإجراءات وضمان سلامة الجماعية إذن فلتعود كرة القدم أنت حضرتك أكيد متابعة للخطر طب هي لماذا تعود يا دكتور هي لماذا تعود هل بدغت من الشارع بدغت من الجماهير سواء العربية أو العالمية إذا كانت ستعود حتى في المنطقة العربية لا نعرف حتى الآن أم ربما من الخسائر المدية للأندية وطبعا تقليص رواتب اللعبين ما هي الأسباب هذا الأمر منقسم لشقين رغبة الاتحادات وروابط الأندية الأوروبية تحديدا في عودة النشاط الرياضي وحتى العربية تعود لأسباب اقتصادية خسائر فادحة ستتعرض لها جميع الأندية وجميع الروابط روابط الدوريات إذا لم يعود النشاط بنتحدث عن حوالي مليار واثنين من عشر خسائر مليار واثنين من عشر مليون يورو خسائر للدوري الإنجليزي يقترب من المليار يورو خسائر في فرنسا في أسبانيا في إيطاليا إذا لم تعود الدوريات خلاص بشكل نهائي لن يعود الدوري الفرنسي وتم إلغاء البطولة وبالتالي الخسائر بالفعل أصبحت أمر واقع خسائر أقل قليلا طبعا بالنسبة للدوريات العربية الخسائر متعلقة بالبس التلفزيوني هي عقود تم إبرامها في بداية الموسم بعدها كانت عقود مجمعة لسنتين وثلاثة سنوات والبعض الآخر متعلقة طبعا بنسبة التذاكر والحضور الجماهيري اليوم تقارير بتتحدث أن برشلونة مثلا هو أكثر أندية العالم تحقيقا للمكاسب من حضور الجماهير لمبارياته تعرض لخسائر منتهية بحوالي 150 مليون يورو بسبب إذا حتى تم استكمال الموسم فهي خسائر تم إدراجها في منزانية نادي برشلونة بسبب توقف النشاط وحتى لو عاد سيعود بدون جماهير واليوم نادي لفربول حتى الآن وبعض الأندية الأوروبية لا تستطيع إعادة الأموال لجماهيرها أصحاب التذاكر الموسمية وهناك أزمة للعديد من الأندية بهذا الأمر سواء في برشلونة سواء في إشبيلية وحتى في بريطانيا هناك بعض اللاعبين لديهم إصابة بالفيروس هنا السؤال يا سيد سلام هل تعود هذه الدوريات على أمل أن لا يصاب أحد وعلى أمل أن الجماهير تكون راضية وأصحاب الحقوق والأموال راضون؟ نعم أتفق معك في هذه الجزئية حتى انطلاقة الدوري الألماني ربما هي ستبعت رسالة بقية الدوريات يعني مثلا الدوري الألماني الذي من المؤمل خلال 72 ساعة القادمة بأن ينطلب طبعا ستراقب هناك لديك إسبانيا إيطاليا وحتى في بريطانيا يراقبون الدوري الألماني هذا واحد اثنين حتى اليوم يعني تصريحات النائب رئيس الأفضاء في لندن قال يعني لمح لنقطة في غاية الأهمية قال علينا بأن نرى مدى يعني التزام اللاعبين وحتى الأجهزة الفنية وليدارات التدريبات يعني مثلا طالبوا بأن تكون تدريبات الفرق الإنجليزية الأسبوع المقبل لمدة 75 دقيقة فقط وأن يراعوا الإرشادات وطبعا في مقدمتها التباعد هم سيحاولون ضعنا في الإجراءات يا سيد سلام ضعنا في الإجراءات هل يتم فحص اللاعب قبل بدء الميران وبعد الميران هل قبل المباراة وبعدها هل في غرف الملابس هل في أثناء الاجتماع الدوري ربما مع المدير الفني أو حتى بين الشوطين كيف ستتم هذه الإجراءات ضع لنا عينا في تلك النقطة رجال نعم حتى الآن ما أعلن عنه فقط في التدريبات التدريبات ستقام لمدة 75 دقيقة لن تكون تدريبات جماعية ستكون وفق فترات معينة وتنفح جميع الطواقم ليس فقط اللاعبين والمدربين وحتى العاملين في الأندية هذا واحد أثنين بما يتعلق في إجراء المباراة هنا مكمن المشكلة التي تواجه انطلاقة الدوري من عدما كيف سينطلق الدوري طبعا الحكومة تريد كما أعلن طبعا بورت جونسو رئيس الوزراء عن عودة في بداية يونيو المقبل أي شهر المقبل عودة الانشطة الثقافية ورياضية خلف الأضواب الموصدة هنا الأندية كما تحدث طبعا الدكتور من القاهرة أيضا هي المشكلة المشكلة التسويقية واقتصادية للأندية هي تحاول بقدر الامتان بأن ترى ما مدى طبعا هو الآن فيروس كورونا هل الأعداد في تناقص أم في إذياد حتى الآن في بريطانيا الغريب هنا يتحدثون حتى المواطن البسيط يقول كيف من الممكن بأن تعود المباريات ومزارة الإصابات على سبيل المثال يوم أكثر من ثلاثة آلاف إصابة والعدد ربما سيصبح أطب بوروس جونسون في إفاداته الأخيرة كان قلق من عودة الفيروس في موجة أخرى ثانية وهنا أذهب إلى الدكتور وليد ضيفي من القاهرة كرة القدم السحر المستديرة دكتور وأنت أعلم بهذا الأمر تحتاج إلى احتكاكات بين اللاعبين لا أتخيل أي لاعب وهو يحاول اللهث والجري وراء الكرة وهو في قلق ربما من التلامس أو الاحتكاك مع خصمه في الفريق المنافس كيف تتم هذه الأمور على أرضية الملعب في وجهة نظرك؟ من الطبع من المستحيل تماما أن يتحكم أو يتحكم أي قرار أو بروتوكول في أداء اللاعبين داخل الملعب كرة القدم هي لعبة صدمية التحامات طول 90 دقيقة بين اللاعبين العرق طبعا بيتسبب من الجميع لمس الكرة ولمس الرايا الركنية ولمس العرض ولمس الأرض طبعا مع سقوط اللاعبين فإذا هناك احتكاك وهناك تلامس مع الأسطح فإذا كل بروتوكول سيتم وضعه لن يوفر هذه الحماية داخل الملعب لكن خارج الملعب هناك بعض الإجراءات التي قد تضمن إلى حد ما توفير أجواء وقائية زي مثلا في الدوري الألماني ما بيتحدثه أن كل فريق سيتم دخوله للملعب بشكل منفرد أطفال الملعب لن يقوموا جميع الكرات لن يتم تواجدهم داخل الملعب المتواجدون على دكة البودلاء هناك مقعة فارغ بين كل لعب ولعب مع إلزامهم بارتداء الكمامات تطهير أرض الملعب قبل كل مباراة والرياط والعارضتين فإذا هناك بعض الإجراءات لضمان نسبة كبيرة من الوقاية لكن داخل الملعب لن يكون هناك أي قدرة على السيطرة على أداء اللاعبين لأن هذه هي لابة قرات القدم بطبيعة الحال كما تفضلت هناك إجراءات متابعة حتى من قبل اتحاد الدولية سيد سلام ربما لحظة الغضب عند أي لاعب ربما لا يتحكم فيها كثيرون من اللاعبين حتى الاعتراض على التحكيم كيف يبدو في ظل زمن الكورونا والتلامس يكون أقل من سنتي مت واحد بين اللاعب والحكم أليس كذلك كيف يمكن استيعاب الأمر من وجهة النظر أنا أعتقد بصراحة لا أستطيع التخيل في ظل هذه الأزمة اليوم أنت لا تستطيع حتى الفروج إلى السوبر ماركت ولا بد أن تقف مترين حتى بوريس جونس رئيس الوزراء يقول عليك بأن تراعي المسافة التباعد لمدة مترين كيف ستلعب مباراة كرة قدم ولديك كما ذكرت هذا التلاحم ولا بد أن يكون هناك لا تستطيع سمحت لي على السريع هناك أيضا مخاوف لدى اللاعبين أصحاب البشرة التوداء تقرير بريطاني قال بأن تقرير طبي بريطاني قال بأن اللاعبين يعني الأشخاص في الصورة عامة أصحاب البشرة التوداء هم أكثر عرضة لإصابة بفيروس كورونا هذا أيضا أعلن طبعا المصدر في برمليك بأن أيضا أثار المخاوف لدى اللاعبين أصحاب البشرة التوداء أيضا هذه مشكلة أخرى تضعب اللاعبون بسرعة عامة قلقون جدا من العودة السريعة كما اسموها في المباراة كورونا القدم أنا أعتقد مباراة الدوري الألماني ربما ستحدد ما مدى إقامة الدوري الإنجليزي أم لا دعنا نهضر شكرا شكرا ونحن ننتظر معكم شكرا جزيلا لضيفي شاشة الغد سلام المناصير الناقض الرياضي عبر خدمة سكايب من لندن وأيضا الدكتور وليد الحديدي الناقض الرياضي ضيفنا من القاهرة شكرا جزيلا لكم